السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سننهضر إلى حاكم زياش سوفيان بوفال عزدين أونحي عبد الحامد الصابري بيلال أخ النوس وطارق تيسودالي المهم كانت تفاصيل كثيرة ومهمة وعاجلة جدا والبداية سيكون مع حاكم زياش لنفس السيناريو يتعاود للموسم الثالث على التوالي منذ قدوم المدرب الألماني طوماس دوخيل بحيث مرة أخرى يضع لك حاكم زياش كتلاجة في أول مباراة لتشيلسي هذا الموسم في الدول الإنجليزي واللي كانت ضد نادي أفيرتون وللأمانة هذا كان متوقع وحتى تشكيلة الألماني طوماس دوخيل هي نفس تشكيلة تقريباً اللي كانت يعتمد عليها في الموسم الماضي حيث غير كولي بالي اللي خدمها كروديغير اللي انتقل للميرينجا ريال مادريد ورحم ستيرلينج الوافد الجديد من السيتي واللي خدمها كالألماني تيمو فيرنير وما تبقى هي نفس تشكيلة اللي يعتمد عليها من الموسم الماضي يعني ليس هناك أي أمل عند حاكم زياش نفس البلان سيبقى يلعب عشرين دقيقة آخيرة أو ربو ساعة أو حتى عشر دقائق فقط أو ما يلعبش حتى دقيقة واحدة وهذا طبعاً لا يلق بحجم لعب كبير بحال حاكم زياش ملاخر وباختصار وقلنا مراراً وتكراراً طوماس دوخيل مخدمش لحاكم زياش ولهذا الأخير لابد تكون عنده ردة فعل قوية وموقف جدي للحسن في الوضعية دياله وإن شاء الله ينتقل فيه أقرب وقت ممكن لأنه نهاية الميركاتو غادي تكون في واحد شوشمبر وداب ندوز مباشرة مع عبد الحميد الصابيري اللعب سامدوريا الإيطالي واللي هذي تقريباً منذ ستة أيام كنت بارتاجيش معكم واحد الهدف الرائع والخرافي اللي سجله من وسط الميدان في المباراة الويدية الباريحة أيضاً وهذا المرة في مباراة رسمية في كاس إيطاليا سجل هدف ضد نادي ريجينا عن طريق ضرب الجزاء تحديداً في الدقيقة 67 بل أكثر من هذا قدم أداء جيد جداً وبذلك أخذى رجل مباراة بتقييم 7.9 وهذا اللعب بالطبط قريب جداً سيتشوفه مع المتخب الوطن المغربي وبين قوسي القيمة السواقية دياله حسب 3-0 ماركيش هي 3 مليون يورو وقبل أن نتقلوا إلى بوفال وعزتين أونحي سننهضروا للعب بلال الخنوس اللي يلعب في نادي جانك البلجيكي وغير الباريحة قلت لكم أن الجامع المالكي المغربي لكرة القدم كتابعوا باهتمام كبير جداً لكي تضموا مستقبله للمتخب الوطن المغربي والمفاجأة وهو اليوم أخرج بتصريح رائع جداً واللي كان مع صاحبة RTPF البلجيكية واللي قال بالحرف لعبته لبلجيكا تحت 15 سنة وأيضاً 16 سنة ثم لعبته للمغرب تحت 17 سنة قبل أن أعود للمنتخب البلجيكي يعني كل مرة كنكي لعب مع بلجيكا ومع المغرب لذلك العائلة دياله حتى وكلائه أصروا عليه بتي اختار منتخب اللي غادي متلو وقال في هذا الصدد بالحرف الواحد اتبعت نداء قلبي واختارت المغرب وأيضاً هدر على العلاقة دياله مع سليم أم الله لعب ستاندارد ولياج البلجيكي وقال لدينا موعد لتبادل قمصان أعرفه جيداً وكثيراً ما نتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عن المنتخب الوطني المغربي سليم أم الله مثل أخي الأكبر وللإشارة بلال الخانوس را كانت كنت تمارس عليه ضغوطات كبيرة وكبيرة جداً من بلجيكا باش يختار المنتخب ديالهم ولكن رغم ذلك لباني داء القلب وأكيد كنت منولي بلال كل توفيق في المستقبل مع المنتخب المغربي أما عن المغربيين سوفيان بوفالو عزدين أناحي فخرج رئيس النادي الفرنسي ساعي الشاباني وأكد على أنه ما غديش يفرط في خدمات الدولية المغربيين وتصريح دياله كان مع صحيفة واس فرانس واللي قال فيه حرفياً تلقينا مجموعة من العروض لسوفيان بوفالو عزدين أناحي ولكن رغم ذلك لن يرحل أي منهما في المركات الحالي لسنا بحاجة إلى بيعهما لإنهاء الموسم مشيراً إلى أن هدفه مع النادي يتجلى في تطوير أداء الفريق ونقله لمستوى آخر من التنافسية وطبع المغربيين بوفالو عزدين هما من بين ركائز الأساسي اللي غدي تسام بشكل كبير جداً في تطوير أداء النادي الفرنسي لذلك رئيس أنجي ما بغيش يفرط فيهم بتاتاً رغم العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعبين وهذا كان فيما يخص سوفيان وعزدين أما عن المغربي الآخر طريق سودالي فبعد الإصابة اللي غدي تغيبه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل واللي بهذا المناسبة كانت من أولي الشفاء العجل خرج مداري بجان واللي هو هانفين هازنبيرغ وقال كلام رائع على المغربي مبدئياً صريح دياله كان مع صاحبة والفوت البلجيكية واللي قال أن الطارق دو جودة كبيرة وسيكون من الصعب إيجاد بديل له خاصة إذا لم يكن لديك إمكانية مادة كوبرا للتعاقد مع لاعب آخر لذا فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة وتابع أيضاً إنها فرصة للشباب نحن نعتمد عليهم أيضاً طالما أننا لم نستقدم لاعباً جديداً فإنهم سيحافظون على تقاتي ولديهم وقت لللاعب وأيضاً تسودالي كان خرج بمنشور عبر حسابي الرسمي في الإنستغرام وطمئ الجماهير بهذه الكلمات أولاً وقبل كل شيء سأشكل جميع على الدعم والرسائل التي تلقيتها خلال الأيام القليلة الماضية العملية الجراحية التي خضعت لها مرت بنجاح أنا مستعد لتقديم كل شيء في الأشهر المقبلة لأعود أقوى إن شاء الله لا يمكنك إيقاف شخص دائماً ما يكون جائعاً للحصول على أفضل ما لديه وكانت هذه هي كلمة طارقتي سودالي واللي غاد نختم بها هذا الفيديو واللي المرة الثانية كانت من أولي الشفاء العاجل إن شاء الله وفي الخيسام كيف قرأي ديالكم وخير وكلامي ما قل ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومسر